يعاني سكان وادي مسيرة الأحرار الواقعة شرق محافظة حضر موت من انعدام للخدمات الطبية وغياب المستشفيات والمراكز الصحية في الوقت الذي تنتشر فيه الأوبئة والأمراض بين سكان الوادي تستمر الجهة المعنية في تجاهل المنطقة ومحاولة إنقاذ المواطنين إلا من جهود بعض المنظمات المحلية التي تسعى لتقديم المساعدات للمرضى بعد المنطقة عن المحيط السكاني تسبب بعزلها ولعب دورا رئيسيا بغياب الخدمات كما فاقم من المشاكل الصحية فيها نحن نحتاج لهذا العلاي عندنا أطفال الأطفال يعني في كل يوم واحد يعني ورد سبوع ما نقدر نقذه ما عندنا مواصلات ونحن نشكر أصحاب البعثة الذين وصلوا إلينا ونحن فرحنا بتقديمهم إلينا يمينا في هذا المنطقة الغرة افتقار المنطقة للخدمات كالطرقات يتسبب أيضا بانتظار المرضى والمصابين من أجل نقله لأقرب مركز صحي في القرى المجاورة وهو ما يتسبب بتفاقم معاناتهم الحاج صالح البالغ من العمر سبعين عاما توفي بعد ساعات من وصول الطاقم الطبي للمنطقة وبعد أن تلقى الفحوصات الأولية تبين أنه يشكو من عدة أمراض مزمنة توفي على إثرها ينتظر سكان ريف مسيرة الأحرار تدخل عاجلا للجهة المعنية لتدارك الوضع الصحي الذي يسؤ يوما بعد يوم ويناشدون السلطات المحلية والحكومة بالتدخل العاجل لتلمس حاجاتهم وتقديم الخدمات الضرورية حداد مساعد قناة بالجيس مسيرة الأحرار شرق حضر موت